موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج لفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانتو يقول نمشي بطريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع أزيك يا جورج؟ أهلاً بيتر كويس؟ سيما أن نشكر رب جورج أنا عايز سألك عن حاجة تخص إنجيل متة أنا بصراحة لما بقرأ إنجيل متة بيبقى عندي مشكلة شوية في اقتباسات متة من العهد الأدين يعني مثلاً أنت تلاقيه بيقتبس حاجات تبقى النبوة مش نبوة أصلاً في العهد الأدين يعني مثلاً يقولك إذ كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابني هو بيتكلم عن الخروج تمام وفجأة أنت تكتشف إنه هو بيستخدمها علشان يقول من مصر دعوت ابني عن الرب يسوع أيها؟ فاقتباس اقتباس غريب مرة تلاقي النبوة أصلاً أنا أقول تقولك إذين نبوة مش نبوة مرة تلاقي النبوة عن شعب إسرائيل كله وبعد كده يخدها يحققها في إسرائيل مرة تانية سوري في الرب يسوع في الرب يسوع المسيح تمام مرة تالتة تلاقي النبوة عن السبي مثلاً إن الشعب هيتسبة زي رحيل تبكي أولادها وبعد كده تلاقيها في حتة تانية تلاقي بيطبقها على مسبحة أطفال بيت لحم تمام لأ أنا كده متلخبط أنا مش فاهم إزاي متى بيقتبس من العهد الأديم فعلاً شكل غريب أقولك بصراحة كمان فضل عشان يعني الناس اللي بتنقض الكتاب مؤدس أكيد اللي نتعرفهم كتير قوي طبعاً والمجلات النقدية والحاجات النقدية يقولك يقولك ده نوع من التلفيق متى بيلفق طبعاً يعني حاشة أنا عارف أنه بيكتب وحي وأنا عارف أنه منصاق بالروح القدس بس إزاي رد على الحاجات ديت؟ إزاي رد عليها؟ الحال الأسئلة اللي أنت سألتها دي أسئلة جميلة جداً بس أنت دخلت علي بكل أسئلة مرة واحدة أنا موافق طبعاً أن كل دي أسئلة مهمة وأسئلة جميلة أن نحن نفكر فيها وندورها للأجابات لكن أعتقد الطريقة المثالية أن نحن نجاوب على الأسئلة دي الأول أن نحن نرجع لمفهوم متى وكتاب العهد الجديد عموماً وبالذات متى لأنه متى عنده اهتمام نبوي خاص جداً ظاهر في الجملة اللي بتتكرر كتير خصوصاً في الإصاحات الأولى وحتى لحد الإصاح اللي فيه صلب يسوع المسيح اللي بيقول فيها ببساطة وهذا كله لكي يتم مقيلة بالنبي القائل على سبيل المثال أو جمل قادي فعلاً كتير يعني وانا بقرأ متى في أول إصاحات أنت تلاقي كتير جداً 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 لكي يتم مقيلة بالنبي القائل ده ثيم أو تيمة دايما بنسميها كده مشي في كل إنجيل متى وخصوصاً الإصاحات الأولانية وكأنه بيعمل نوع من التعظيم للفكرة دي بيكبرها بيمسك مايك ويعلي صوته بحس أن القارئ ما بدعش منه أبداً الفكرة دي ويمكن ده السبب اللي خلى في تاريخ الكنيسة المسيحية وضعت إنجيل متى كأول إنجيل وأول أصفال العهد الجديد عموماً يعني أنت تقصد تقول أن ده مقصود أعتقد مقصود بنسبة كبيرة لأنه التاريخ بيقول أو الدراسات على العهد الجديد أغلبها على الأقل في القانين الفاتوا بيقول أن إنجيل مرقص هو غالباً أول إنجيل الكتب فالسبب لوجود إنجيل متى كأول إنجيل وهو الأكثر اقتباساً في تاريخ المسيحية بالمناسبة أو قصوص الموعزة على الجبل ده لأنه بيعمل نقلة مارنة جداً ومقنعة جداً لقراءة العهد القديم وكمدخل للعهد الجديد على سبيل المثال لو تسأل نفسك ليه متى بيبتدي إنجيله بتسجيل نسب يسوع المسيح الإجابة المباشرة البسيطة أنه ببساطة عايز يثبت شرعية يسوع المسيح كملك من ناس لداود عايز يقول إن ده الملك الموعود بالضبط ده الملك الشرعي في مقارنة بهرودس والعيلة اللي جات بعد كده والملوك المتعاقبين اللي كانوا مختصبين للملك مروراً وطبعاً واخدين صوتتهم من الإمبراطورية الرومانية لكن أفتكر إنه اللي بيقرأ الإنجيل وبيدرسه كويس بيشوف إنه فيه بعاد أعمق من كده بكتير هو مش بس بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود لكن بيكمل وقول ابن إبراهيم فهنا هو مش بيكلم على سجل نسب عادي هو بيختار شخصيات محورية في العهد القديم وبيبتدي يكتب سجل نسب بشكل انتقائي زي ما بنشوف في كل سجلات النسب تقريباً في العهد القديم بيبقى ليه هدف معين والهدف ده بيبان جداً في العدد الأخير في سجل النسب اللي هو عدد 17 بيقول فيه فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلاً ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلاً ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلاً الفكرة إنه واخد تاريخ إسرائيل وكانه بيقول إنه قبل ما أكلمك عن ولادة يسوع المسيح العنوان كتاب ميلاد يسوع المسيح لكن ختام العنوان اللي هو سجل النسب ميلاد يسوع المسيح تاريخ شعب الله في العهد القديم وكأنه بيقولك ببساطة تاريخ الشخص ده هو اللي هيكمل تاريخ شعب إسرائيل كله عشان كده بنشوف حتى في المشهد الأول الإنترو أو المدخل بتاعي سوع المسيح اللي هو المفروض مشهد من المشاهد الرئيسية أي حد بيحب يتفرج على سينما بيعرف كواس قوي من المتخل الأولاني أو المشهد الأولاني اللي بيظهر فيه البطل ويتكلم ده من أهم المشاهد المشهد ده في إنجيل متى هو مشهد معمودية متى إصحح كام متى إصحح ثلاثة وأول جمل بيقولها يسوع المسيح ردا على كلام يحن المعمدان لما قال له لما منعه قائلا في عدد البعطاشر أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي قال له قال له اسمح الآن دي أول كلمات المسيح أول كلمات بنتى أول كلمات الرب يسوع بحسب إنجيل متى بالضبط قبل كده كان فيه كلام عنه لكن دي أول كلمات هو بنتى هو بيقولها فأول مشهد وأول كلمات اسمح الآن لأنه هكذا يلق بنا أن نكمل كل بار خدت باك من كلمة يكمل فكرة التكميل بتاع تاريخ شعب إسرائيل لكي يتم ما هو بن دبيل قائل كلمة يكمل هنا هي نفس الكلمة المستخدمة بتاعت لكي يتم ما قيلة أصدق التحقيق يعني بالضبط الكلمة اليونانية بليرو هي ناف أو الفعل ده هو اللي بيستخدم عن التحقيق التحقيق مش مجرد إنه نبوة بتتحقق لكن اكتمال إنه الأحداث تاريخ شعب إسرائيل بتوصل لزروة وكأن يسوع المسيح هو اللي حقق كل الهدف من وجود شعب إسرائيل عشان كده المدخل لو رجعنا تاني المشهد الأول يسوع المسيح كأنه بيعيد وبيجسد تاريخ شعب إسرائيل مرة تانية إسرائيل لما دخلت قد الموعد دخلتها من نهر الأردن ويسوع المسيح بيجي عند نهر الأردن وزي ما الرب قال لإسرائيل زمان عن إسرائيل زمان إن إسرائيل ابن البكر بيقول عن الرب يسوع المسيح هذا هو ابني الحبيب الذي بيه سرز وبالتالي يسوع المسيح هو اللي بيحقق الهدف من وجود شعب إسرائيل عشان كده كان مهم نقول فكرة سجل النسب والتركيز على فكرة السبي أنا برضو ملاحظ أن متى بيتكلم كتير قوي بيتكلم عن السبي وهو بيذكر سلسلة النسب بما إنك ذكرتها دلوقتي اتكلم عن السبي إيه علاقة الرب بالشعب اللي اتسبى ده أنا مش فاهم أنا كواحد غير يهودي مالي ومال شعب راح السبي وبيتعاقب وليه يحطها في مقدمة الإنجيل الإجابة ببساطة بس خليني قبل ما جاوبك أشكرك الأول على السؤال لأن ده سؤال بديه جدا وافتكر كانوا بيقولوا لنا وإحنا صغيرين كده لما بنبدأ نقرأ العهد الجدي كانوا بيقولوا لنا نصيحة من فضلك حاربها دايما يقول لك إنجيل متى رأي يبتدي بشوية سجل النسب وأسماء سبها وخش على الأحداث الحقيقي الحقيقة أنت بتفقد ببركة كبيرة وهدف كبير من أهداف متى متى قصد يبتدي بفكرة السبي لأنه ببساطة السبي كان عقاب شعب إسرائيل على كسر وصال الله والسبي مش بس خبرة شعب إسرائيل لأنه بكتاب إنجيل متى بيحكي عن يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم فالقصة مش قصة داود الملك بتاع شعب إسرائيل بس لكن قصة كمان ابن إبراهيم وإبراهيم دا كان موعود أن يكون بركة للأمم كلها فالأمم كلها محتاجة تتعلم درس من قصة السبي إيه هو الدرس من قصة السبي؟ الدرس من قصة السبي إنه الخطية بتعمل إيه؟ تؤدي إلى رفض من الله أو إبعاد إبعاد عن الله اختراب حالة اختراب عن الله حالة إقصاء من وجه الرب حالة بتختبر فيها الفراغ واللا معنى وكمان العقاب اللي بيخليك تشوف الفوضى اللي جابتها الخطايا في حياتك كيف تكر كلمات آدم وكأنه آدم بيخرج هو وحوى من جنة عدن دي عملية إكتسايل أو سبي أو طرد إنه الجنة اللي كانت جميلة والأرض اللي كانت جميلة هتنتج ليك شوك وحسك نفس الكلام لما قيين عمل اللي عمله كان هايم على وجه الأرض أو نفس الشعور المسبيين بالضبط نفس الشعور بتاع الشعب إسرائيل وهم في السبي بعاد عن محضر ربنا فعشان كده لما تقرى عن السبي تعرف إن يسوع المسيح هو اللي جاي يحط الحد ده والغريبة إنه متى كأنه مش معترف بالعودة من السبي كأنه قصد يقول لك إنه لازال السبي حصل في العدد رقم 17 في الصح الأول بيقول إنه من أيام إبراهيم لداود 14 جيل من داود للسبي ومن السبي للمسيح فين العودة من السبي؟ فما فيش مش كاتب حاجة عن العودة من السبي ولا كأنها حصل مش حسبها ولا كأنها حصل ده متى بس؟ لا تعال نشوف لوأة كمان بيقول إيه؟ وبرضو في أول مشهد في يسوع المسيح وهو بالغ بيتكلم طبعا لوأة تكلم عن يسوع وهو صغير لما كان في الهيكل هو عن 12 سنة لكن أنا بتكلم على خدمته وقت ما ابتدى خدمته الجهارية أو العلنية في لوأة 4 أول ما دخل المجمع في النصرة لما كان حيث كان قد تربى أنا بقرأ من لوأة 4 عدد 16 لما أرى وتدفع إليه السفر في عدد 17 فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر للقلوب لأنادي للمقصورين بالإطلاق للعمي بالبصر أرسل المنصحقين في الحرية المسبيين في الحرية وأكرس بسنة الرب المقبولة ختم السفر سلموا للخادم وقال اليوم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم تمام النبوة دي من أشعية كاملة 61 بتتكلم عن العودة من السبي وكأنه بيقول العودة من السبي هتبدأ النهاردة واو يعني أنت بتقول أنه العودة من السبي اللي حصلت في عينين كتاب الأنجيل مش دي العودة من السبي العودة من السبي هي العودة من السبي الحقيقي اللي هيحققه المسيح أنه يموت من أجل خطايانة والمشكلة الأساسية تتعالى تمام آخر شبه التلفيق ممكن تنسب لماتة ولوقة لأنه ممكن واحد يقول لي طب ماتة بيلفق طب ما لوقة كمان اتبعوا في النظام بتاعه لا أطبع نتنين واضح أن ده الرؤية بالضبط الرؤية دي هم شربينها كويس جدا وفاهمينها من الأنبياء اللي قادوا الشعب في محالة العودة من السبي كلنا شفنا عزرة ونحمية في الأصحى التاسع بيقولوا إحنا عبيد في أرضنا بمعنى إحنا رجعنا جغرافيا للأرض دي لكن ما هيش أرض البركة اللي سبناها وحتى في القرن الأول هم كانوا تحت الإحتال الروماني صح كده؟ بالضبط وحتى قبل القرن الأول لما الهيكل في سفرة حجاي بنا ويوم تتشينه الناس اللي كانت عايشة زمان وفاكرة مجد الهيكل بتاع سليمان وقرنته بالهيكل ده بكوا والحقيقة في ناس بيتفهم اللي هو بتاعت مجد هذا البيت الأخي يكون أعظم من لأول أنه كأنه حجاي بيكلم عن البيت ده الهيكل التاني هيكل زربابل لكن الحقيقة هو بيكلم بالنبوة عن مستقبل هيكون فيه الهيكل الجديد اللي هو زي ما يحنى بيعلمنا يسوع المسيح هو اللي ينقضوا هذا الهيكل وفي السياة الأيام وقيمه بيكلم عن هيكل جسده اللي بموته وقيامته بيبشره فالفكرة متكاملة مش بس في عينين متة لكن في مرقص ولوقة أنه المشكلة أساسية في السبي المشتركة بين شعب إسرائيل والعالم كله الخطيئة والإقصاء عن الله اللي بتعمل اختراب والمصالحة وغفران الخطايا اللي بيرجعني تاني للعلاقة مع الله والبركة طب جورج ده رؤية جديدة خالص للنبوات طب اديني يعني اديني مثل عن أن إسرائيل أن الرب بيعمل دور إسرائيل يعني اديني مثل تاني عن الموضوع ده أو مثل واضح عن الموضوع ده إحنا وقفنا في متة واحد آه متة تنين بسرعة كده ميش متة تنين خمستاشر وهو بيتكلم على عودة رب يسوع المسيح من أرض مصر كلنا عارفين أنه كان فيه خطر على حيات الرب يسوع وهو طفل والملاك تكلم يوسف في حلم وقال له قم وخذ الصابي وعزة وأمه وهرب إلى مصر وبعد كده كان هناك في عدد خمستاشر إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني الآية دي انت قلت دي هو أول آية فاكر في مجموعة النبوات اللي انت قلتلي ملفقة أول حاجة من مصر دعوت ابني الحقيقة هنا بدت بيشوف ببساطة أنه يسوع المسيح هو إعادة تكسير لتاريخ شعب إسرائيل زي ما إسرائيل خرجت من أرض مصر من العبودية ورايحة لأرض الموعد هو شايف أن يسوع المسيح هو إسرائيل حقا زار مصر ورب رتب أحداث التاريخ ووجود هدرودس وحدد أرض مصر عشان يذكر القارق وعشان يذكر شعب إسرائيل أنه تاريخك بيتعاد بس مش مجرد أن التاريخ بيقيد نفسه ده هيتعاد بشكل هيقلب شكل التاريخ والعالم كله الفشل اللي فشلت فيه إسرائيل هينجح فيه الرب يسوع المسيح إسرائيل كانت مدعوة أنها تكون نور للعالم الرب يسوع المسيح هيكون هو نور وخلاص مش بس الشعبه مش بس يخلص الشعبه لكن يخلص العالم كله فمن مصر دعاوت ابني مش تلفيق لكن الابن الحقي هو الرب يسوع المسيح طب عندي سؤال يعني خلينا أتكلم بعقلية الناقد شوية يا جور فضل يعني يعني ماذا عقلية الناقد هتقول لك أنه مش ده تلفيق برضه يعني أنه ده على شعب إسرائيل وبتتن في شخص يعني الحتة دي مقررة الحتة دي إيه رأيك فيها الحقيقة نبتدي منيني الحكاية الحكاية أنه اسم إسرائيل نفسه اسم إسرائيل نفسه ما كانش اسم شعب آه آه صحيح صحيح اسم يعقوب بالضبط ده الاسم الجديد اللي الله هداه لي يعقوب ويعقوب كان ابن إبراهيم اللي تقال فيه في نسلك تتبارك جميع قبال الأرض وأنه نسلك ده هيارس الأرض بتاعة الموعد نجع تاني لتكوين 15 والعهد اللي الله هداه لإبراهيم فالأصل أنه اسم إسرائيل اسم شخص وفضل الاسم ده بيستخدم أحيانا للإشارة ليعقوب وأحيانا للإشارة لشعب إسرائيل ككل عشان كده بنشوف على سبيل المثال في النبوات والذات أشعية أنه أوقات لما بيتكلم عن إسرائيل يتكلم عنها كشعب وأوقات يتكلم عنها باسم مفرد اللي هو شعب إسرائيل وده بيفكرنا بيفكرنا أنه القصة دي ميشي اختلاق في العهد الجديد لكن موجودة في صلب العهد القديم خلينا نفتكر كده حادثة الخروج لما موسى راح يكلم فرعون ويقول له قبل الضربة الأخيرة أنت رفضت أنك أنت تطلق ابني البكر وأنا هضرب كل بكر في أرض مصر ابنك البكر كان بيكلم عن مين ابنه البكر عن إسرائيل بس هي بس هي كمان اتفهمت أنه كل الأبكار اللي هما الأفراد فالله كان شايف الشعب كله فرض واحد ابني البكر آه يعني خلى الشعب كله اسمه ابني البكر بالزبط شعب إسرائيل كله ابني البكر برضو محتاجة دليل زيادة دليل أخير بقى أنه فيه ببساطة في كل الدول الملكية وخصوصا في شعب إسرائيل اللي فيها العهد مع داود في صمويل الثاني سبعة وفي مزمور تسعة وتمانين الفكرة في الملكية أنه الملك بيمثل الشعب كله بمعنى أنك لو أردت أنك تكافئ شعب أو تمجد شعب أنت كفاء أنك أنت تبارك الملك ولو عايز تزل شعب أنت مش لازم تزل الشعب كله ولا تجيب كل فرد فيه زل الملك هات ملك بس مش ده اللي حصل في السبي بسطط ده اللي حصل في السبي عشان كده كاتب مزمور تسعة وتمانين ساني الإذراحي بعد ما قال الجزء جميل اللي إحنا كل إلا بننمو في تانين بينما برحم الرب أغني الجزء التاني في المزمور بيتكلم على إزاي أنه نجس الملك نجس تاج الملك ونماه في التراب وزل الشعب كله لما الملك اتهزم الشعب كله تهزم لما داود انتصر ضد شاول الشعب كله ضد جليات ضد جليات آسف لما انتصر ضد جليات مين اللي كسب الشعب كله الشعب كله فالانتصار اللي انتصره الملك اتحسب لكل شعبه والفشل اللي بيفشله فرضه واحد بيؤثر على كل ناس له آدم جاب الضمار للبشرية كلها في المسيح كل المؤمنين وكل أعضاء جسد المسيح آخر حاجة الكنيسة اسمها إيه؟ شعب الله جسد المسيح جسد المسيح أوكي فالوحدة العضوية ما بين الرأس والجسد ما بين رأس الشعب والشعب نفسه الملك ورعيته فكرة ماشية في العهد القديم من أوله لآخره وورسها كتاب العهد الجديد وتبنوها بمنتهى الثلاثة واعتقد القارئ المعاصر محتاج شوية يفهم أنه الشعب القديم كان فاهم إيمانه كويس كان فاهم تاريخه كويس ولو كان شايف النبوة دي كان بمنتهى البساطة وشايف أنها فيها تلفير كان بمنتهى البساطة ما كانش استخدمها ولا حاجة أوكي ففي مثل أو في حكمة بتقول الغباء هو افتراض الغباء في الآخرين أوكي أنا كده فهمت يعني من مصر دعوت ابني مش متى بيلفق لكن ده بيقول أن الرب يسوع هو إسرائيل حقيقي ومش بس كده هو الممثل الملك الممثل عن إسرائيل شكرا لك شكرا لك جيدا لك شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة